حث الإسلام على الزواج من الزوجة الصالحة لما لذلك من فضل وتيسير لحياة الإنسان فالزواج هو سنة الحياة وهو عقد بين اثنين من ذكر وأنثى والزواج كما تحدثنا أنه سنة الحياة وذلك لاستمرار دورة الحياة الطبيعية واستمرارها وتكاثر الكائنة الحية فبدون الزواج لن تستمر الحياة يوجد بعض صفات إذا رأيتها في الفتاة لا تتزوج منها أبدا فهذه الفتاة قد تحول الحياة إلى جحيم فاحذر منها وتابعوا معنا الزواج آية من آيات الله عز وجل في الكون وذلك لقول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك من أكبر عذابات المؤمن يوم أن يكون في بيتهم رأة واللاجة خراجة كثيرة الخروج وهي كذلك العنيدة الشديدة النكارة الجرارة فعليك أن لا تتزوج أيضا الفارغة الشامخة فارغة بمضمونها وشامخة بأنفها وهي كذلك قد تكون شكاكة كذابة وكذا المرأة الشداقة إذا رأيت صفة من هذه الصفات فابتعد عنها فورا واحد واللاجة خراجة إنها فتاة كثيرة الدخول كثيرة الخروج فهذه الصفة في المرأة تجعلها أبعد ما تكون عن أن تكون امرأة صالحة للزواج أما خروج المرأة من بيتها للصلاة في المسجد وكذا الخروج من بيتها لطلب العلم أو قضاء الحاجات هذا يعتبر خروجا جائزا لحاجة وإذا كان كذلك أو للترفية فهو جائز بشرط التزام المرأة بالضوابط الشرعية للخروج من البيت وأن يرافقها المحرم في السفر ومنهما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وبنات الرجل الصالح شعيب فأقبلت إليه ليست بسلفع من النساء لا خراجة ولا ولاجة واضعة ثوبها على وجهها اثنان العنيدة الشديدة هذه المرأة المتصفة بالعصبية الكثيرة النكدة صاحبة الصوت المرتفع لأدفه الأسباب ليست جديرة بالتقدم للزواج منها انصرف عنها تماما إن طاعة الزوجة لزوجها الكريم من أوجب واجبات الشرع ما لم تكن في معصية الله تبارك وتعالى وبالنظر إلى تعاليم الدين الإسلامي نجد أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في كل شيء إلا إذا أمرها بمعصية الله عز وجل فعليها أن تسعى جاهدة لتلبية احتياجات زوجها وبيتها بكل طريق ممكن ومن صفات المرأة الصالحة أنها مطيعة لأمر زوجها كما ورد في الحديث ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرأة المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرتها وإذا أمرها أطاعتها وإذا غاب عنها حفظتها ثلاثة المرأة المادية هذا النوع من النساء هو الأكثر شيوعا في وقتنا الحاضر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهي الزوجة المتطلبة جدا التي لا تقدر ظروف زوجها المادية أو قدرته على تلبية متطلباتها والواقع يؤكد أن كل النساء ماديات لكن هذا النوع لا يبحث عن حب أو بناء أسرة بل يبحث عن ممول لتلبية رغباته من ملابس وعطور وما إلى ذلك قد لا تكون هذه المرأة سيئة أو أما غير صالحة فمن الممكن أن تكون هذه المرأة تمتلك صفات إيجابية ولكن يغلب عليها الطابع المادي فلذلك يفضل الاتعاد عنها والذهاب إلى غيرها من النساء الكريمات العفيفات التي لا تسأل زوجها ما لا يستطيع أربع المرأة الثرثارة وهي التي لا تعرف للسكوت معنا أو طريق دائما تتحدث مع زوجها وفي كل الأوقات وفي أي موضوع لا تسكت ولا يسكتها شيء أبدا معظم حالات المرأة الثرثارة تنتهي بمشكلة بين الزوج وزوجه وذكر بعض العلماء عندما يطلب الزوج منها الكف عن الحديث صراحة تعضب الزوجة ويبدأ كل منهما في اتهام الآخر بتجاهله وعدم مراعاة وضعه وينتهي الأمر بخلاف قد يصل إلى فراق لساعات خمسة المرأة النرجسية من المعروف بأن المرأة النرجسية عادة ما تهتم بنفسها وحب الذات والأنانية ووضع نفسها في مقام أعلى من الآخرين وعدم الاهتمام لمشاعرهم فضلا عن عدم التزامها بالروح التشاركية وتقديم التنازلات أو التضحية من أجل الآخرين لذا من الأفضل الاتعاد عنها وعدم الارتباط بهذا النوع من النساء لأن نتائج الارتباط بهن لن تكون مرضية للزوجة وستؤدي إلى إنهاء العلاقة في نهاية المطاف والنساء غالبا بطبعهن يكفرن العشير لذلك فالسعيد منا من كانت زوجته مؤمنة تقية نسأل الله عز وجل لنا كلنا ولزوجاتنا ذلك والمرأة الصالحة يجب أن تكون صاحبة دين ذات دين وقرة عين لزوجها وإن ذات الجمال بلا دين فهي نقمة وأي نقمة لذلك فإن بعض النساء أو كثيرات منهم جمالها ليس لزوجها وكذا الواجب على الرجل العناية بالزوجة الصالحة وعدم النظر إلى المال وأن تكون المرأة صالحة مستقيمة في دينها فعليك أن تتحرى هذه الأصناف من النساء أما مراعاة المال فلا تنبغي أن تكون مقصودة فإنما المقصود الأعظم هو مراعاة الدين والأخلاق قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين تريبت يداك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمن الرجال من يبحث عن ذوات الجمال فقط ومنهم من يطلب الحسب فقط ومنهم من يرغب في المال ومنهم من يتزوج المرأة لدينها وأخلاقها وهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاضفر بذات الدين تريبت يداك هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر